قيس سعيد الرئيس التونسي صرح بشكل واضح بأنه لا يريد العودة إلى النظام الرئاسي الحوار الآن في هذه المرحلة لو تعثر ما هي البدائل هل البلاد متجهة نحو انتخابات مبكرة من وجهة نظرك رئاسية وبرلمانية أول ممكن لكن الإشكال أن نفس المشكلة ستؤدي لنفس النتائج بمعنى أنه حتى انتخابات برلمانية مبكرة ستأتي بنفس المشكلات أي عجز حزب واحد على الفوز بشكل مطلق حتى يشكل حكومة وعجز الانتلافات على الصمود في وجه الصراعات السياسية التي تعصف بها أنا شخصيا كنت أكثر المتحمسين للنظام البرلماني في تونس سنة 2011 لما عدت وذهبت إلى تونس وغدت لهم حتى نقطع مع الدكتاتورية لأنه نظام برلماني عنده حسنة وعيب حسنة هو أنه فعلا يقطع مع تفرد شخص معين بالسلطة لكن العيب الكبير هو عدم الاستقرار السياسي وليس تونس فقط إيطاليا في الثمانينات كل شهرين ثلاثة تسقط حكومة في بلجيكا ثلاثة سنوات ما يعانون في تشكيل حكومة كل نظام برلماني وديمقراطية عريفة وهو يعاني في تشكيل الحكومة فرنسا مثلا أيضا كانت تعيش نفس المشكلة إلى أن جاء شارد ديقول وقام باستفتاح الشهير وأدخل فرنسا في الجمهورية الخامسة فأصبحت نظام رئاسي معدل إذن نظام الرئاسي اليوم أصبح مسألة ضرورية في تونس لكن يجب أن يكون معدل أنتنا شفت ترتيبكم للأظمة السياسية في العالم وهذا الصحيح لكن عنا أيضا في العلوم السياسية والأظمة السياسية المقارنة نسموه بالنظام الرئاسي المطلق والنظام البرلماني المطلق أو نظام البرلماني المعدل ونظام الرئاسي المعدل المطلق مثلا أمريكا لماذا نقول النظام الرئاسي أمريكي نظام الرئاسي مطلق لأن رئيس الدولة هو نفسه رئيس الوزراء هو نفسه رئيس الحكومة لا ينفسه في السلطة التنفيذية أين كان ومنتخب من الشعب عبر كبار الناخبين يعني هم عندهم طريقتهم الخاصة دول أخرى مثل أردوغان نفسه وهو إسلامي إلى آخير قال النظام البرلماني هذا عاجز تركيا إذن فقام باستفتاوا ونغير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي بمعنى جمهورية كثيرة غيرت أنظمتها من برلماني إلى رئاسي لماذا؟ لأن عدم الاستقرار السياسي عصف بها ولما نقول عدم استقرار سياسي يعني عدم استقرار اقتصادي عدم استقرار اجتماعي عدم استقرار تنمية إلى آخر إذن تونس في موسمه بأزمة بنيوية هيكلية وليست أزمة سياسية ظرفية عابرة لأن نفس المشاكل بين قايد سعيد والبرلمان وحدثت بين باجي قايد سمسيا الراحل والبرلمان وحدثت قبل حتى بين المرزوقي ومصف المشاكل والبرلماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة